اشتركوا في القناة تركت لنا من الآثار المنحوطة والمكتوبة التي تدل على وجودها الفعل والتي كما قلنا تعتبر من الحضارات المنسية التي تم اكتشافها منذ تقريب 150 سنة لأن قبل هذا التاريخ كنا نعتبرها بداية الحضارة البابلية هذه الحضارة بعدما تم اكتشافها فتحت الباب على مصرعيه للباحثين من أجل البحث عن حضارات أخرى قد تكون هي بدورها من سية مثل حضارة الأطلانتيك الذي هناك أدلة على وجودها رغم أنها لم يثبت إلى هذه الساعة 100% على أنها كانت موجودة وحضارة واتسند التي يمكن أن نقول اليوم أن البحثات الأخيرة أثبتت وجودها بالفعل قبل 7000 سنة أي تقريبا في نفس الفترة التي ظهرت فيها الحضارة السومارية وحتى بعض الباحثين يذهبون إلى أنها كانت قبل الحضارة السومارية كما أن هناك بحثات في الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا تدل على أن كانت هناك حضارة في تلك المنطقة قبل الحضارة الفرعونية وقبل الحضارة السومارية خاصة ببعض الاكتشافات الأخيرة ولكن الأمر مازال غامض حول تاريخ وجودها وهناك حضارة البولشتين التي لا يتكلمون عنها كثيرا والتي بدورها تعود إلى 7000 سنة قبل الميلاد وهناك من يقول أكثر من ذلك كما أن هناك افتراضات على أن هناك حضارات ظهرت في مناطق أخرى ومنها شمال آسيا وأنه لم يتم اكتشافها إلى هذه الساعة بسبب أنها تغطت بالثلوج في الحقيقة البحوثات العلمية والتاريخية ما زالت إلى هذه الساعة تبحث في كل هذه الحضارات وتبحث على وجود حضارات أخرى يمكن أنها أصبحت في أعماق البحار أو في مناطق من الصعب الأصولي إليها أو تغطت بالثلوج أو لأسباب أخرى لم يتم اكتشافها بعد المهم رغم أن الآن نعتبر أن الحضارة السومارية هي أقدم حضارة مكتوبة إلا أن هذا لا يمنع في المستقبل أن نكتشف حضارات أخرى أقدم منها أبدعت في الكتابة وتكون الحضارة السومارية وارثة منها ذلك كما أن يمكن أن تكون هناك حضارات أخرى قبل الحضارة السومارية متطورة جداً ولكن لم تبدع الكتابة أو ما نطلق عليها الحضارات الكلامية أو المنقولة كما يمكن أن تكون هناك حضارات قبل الحضارة السومارية لم تترك لنا آثار مكتوبة وإنما كانت تستعمل النقل والكلام فقط ويمكن أن تكون هذه الحضارات أكبر من الحضارة السومارية ويمكن أن تكون هناك عديد من الحضارات الغير مكتوبة ظهرت قبل الحضارة السومارية والحضارة السومارية ورثتها وتوصلت إلى تطوير الكتابة البدائية التي يمكنهم بدأوا فيها وبهذه الطريقة يصبح منطقياً وعلمياً ظهور الحضارة السومارية المنطق يقول أن الحضارة السومارية لم تأتي من فراغ ومن صدفة وإنما من موروذ إنسان حضاري طويل في عدة مناطق من العالم والذي نلاحظه أن كل هذه الحضارات التي نتكلم عليها قامت بجانب الأنهار سواء نهر واد سن أو دجلة والفراغ أو واد النيل أو غيرها من الأنهار التي لم تعد موجودة وظهور الحضارة السومارية بين دجلة والفراغ لم يخرج عن هذه القاعدة حيث كانت في ذلك التاريخ هذه المنطقة هي الأكثر آماناً وأكثر رغداً للعيش خاصة بعد آخر الفترة الجليدية حيث غمرت المياه كثير من المناطق وأغرقت كثير من المدن أو التجمعات السكنية التي أجبرت أناسها على مغادرة منطقتهم إلى منطقة أخرى أكثر آماناً ومن هنا نفهم الذاكرة منتع الطوفان التي نلقاوها في عدة معتقدات وبالطبع في المعتقد السوماري ليس يعني أن الطوفان وقع على كل الأرض وإنما من المنطق أنه يكون وقع في عديد من المناطق وتنقلته الشعوب أو الذاكرة الإنسانية على أنه وقع في كل الأرض لأن كل مدينة أو كل تجمع سكني كان يظن نفسه هو الوحيد العالم كله وهذا ما أثبته العلم حالياً حيث أنه يعترف أن في تلك الفترة تقريباً بين 15.000 و 7.000 سنة وقعت كثير من الفيضانات في عدة مناطق ولكن ليس هناك أي دليل علمي يقول أن الأرض تم غمرها كلها بالمياه كما تذكر أسطور الطوفان التغييرات الجيولوجية والمناخية التي حدثت في تلك الفترة سواء من تصحر أو تغيير في المناخ جعلت كثير من الشعوب تغادر مناطقها الأصلية إلى مناطق أخرى أكثر آمان وهذه الحركة التي وقعت هي التي ساعدت على انتشار العلوم والمعرفة والتبادل بين البشر الذي في الأخير أدت إلى ظهور الحضارة السومارية على أساس أنها أول حضارة إنسانية وأكبر حضارة إنسانية في ذلك الوقت وعندما نفهم كل هذا نعلم أن ظهور الحضارة السومارية كان أمرا منطقيا وطبيعيا نتيجة الظروف والعوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى تلاقح المعرفة وانتقال الشعوب وهذا ما يثبته التاريخ والتطور التاريخي المنطقي وكما قلت في الفيديوهات السابقة أن التاريخ لا يبحث من جانب واحد يجب الاطلاع على كل الجوانب لأن هناك كثير من الأشياء المتشابهة مثل مثلا الفيضانات التي وقعت في عدة مناطق ولكن هناك مصالح سياسية وشخصية وغيرها تترك البعض يركز على بعض الجوانب ويهمل الجوانب الأخرى عندما يتكلم على الفيضانات التي وقعت يذكر المنطقة التي تهمه ويقول أن الفيضان وقع إلا بين دجلة والفرار أو وقع إلا في الجانب الشرقي من الجزيرة أو وقع في منطقة معينة في البحر الأبيض المتوسط إذن هذا الأسلوب من أجل مغالطة الناس وإظهار لهم أن الحقيقة موجودة إلا في تلك المنطقة هذا هو اللي يجعل الناس تصدق هذه الأكاذيب ولأنهم ليس مطلعين على كل الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت تلقاهم يصدقوا هذه الأكاذيب ويمشيوا عليها على أساس أنها حقيقة مطلقة وهذا ينطبق في كل التاريخ دائما بعض المؤرخين يحاولون أن يغالطوا الناس في نقل الحقيقة ولهذا دائما أنا أطلب من الإنسان قبل ما يتبنى فكرة أن يبحث عنها في جميع الجوانب وأن يدق في كل نقطة لكي تكون له فكرة واضحة وبينة والأمثلة عديدة غير الفيضانات مثل مثلا عندما نتكلم على أن أصل الإسلام مسيحي أو عندما نتكلم ونقول أن فكرة التثليث موجودة عند السوماريين رغم أن فكرة التثليث موجودة عند السوماريين وفكرة التوحيد أيضا موجودة عند السوماريين وكما أن الإسلام ليس متأثر بالمسيحية فقط وإنما بعدة أديان أخرى ولكن الباحث المغالط لكي يدعو لمسيحيته أو لمعتقده تلقاه يركز على النقطة التي تهمه فقط لكي يغالط الناس والناس مع الأسف كما قلت لأنهم غير مطلعين على كل جوانب التاريخ يصدقون هذه الأمور وهذه المغالطات وانا هذا هو قاعد نعمل في الفيديوهات هذه يعني نحاول أن أطلع على كل الجوانب ونعطي كل الجوانب ونترك للمشاهد أو المتبع للفيديوهات أن يفهم الحقيقة من كل جهاتها وتكون عنده فكرة واضحة هذا هو هدف هذه الفيديوهات في الحقيقة أنا لا أدعو لأي شيء وإنما أدعو إلى معرفة الوضع الجملي لكي الإنسان يمكن أن يفهم ماذا وقع في التاريخ لأن كما قلت لكم الذي لا يفهم التاريخ لا يمكن أن يفهم الحاضر والذي لا يفهم الحاضر لا يمكن أن يبني للمستقبل والتاريخ مهما كان فيه من أحداث متناقضة وغير واضحة وأكيد فيه كثير من الأكاذيب ومن الأساطير ومن التفخيم يعتبر درس مهم للإنسان الباحث والذي لا يفهم التاريخ لا يمكن أن يفهم أي شيء آخر هذاك علاش أنا نركز تركيز كبير على التاريخ ولازمنا نعرفه أن التاريخ يبقى مجرد تاريخ وأحنا نجمه نغيره وضعنا الحالي ويمكن أن نغير المستقبل وخاصة الآن عندما وصل الإنسان إلى درجة من الوعي والإدراك والمعرفة والعلم أن يكون سيد نفسه وأن لا يكون مجرد متأثر بما حوله بل هو المؤثر حيث أن الظروف والعوامل التي كانت تتحكم فيه وأوصلته إلى هذا المستوى يمكن أن يتحكم فيها ويمكن أن يطور نفسه أكثر وأكثر عندما يعتمد على المنطق وعلى المصلحة الإنسانية في الدرجة الأولى ومصلحة المنطقة التي يعتبر بنفسه مسؤول عليها لأنه أصبح واعي بالمصالح والمخاطر التي يمكن أن تؤثر على المستقبل امتعه ولهذا أقول أن الإنسانية في وقتنا الحاضر وصلت إلى ما نسميه البلوغ الفكري وانتهت من مرحلة المراهقة الإنسانية التي عرفت فيها كل أنواع الحروب والسيطرة والظلم والتسلط والإمبريالية الذي يجب اليوم أن ينتهي وأن تتوحد الإنسانية تحت مبدأ إنساني منطقي عقلي علمي يحفظ وجودها ويبني لها مستقبل أفضل لأولادها ومستقبل أفضل للمنطقة التي هي فيها وذلك لا يكون إلا بقبول الآخر وقبول التعايش المختلف ولا نحاول أن نقضي على التراث الإنساني الموروظ منذ آلاف السنين من سقوط الحضارة السمارية وغزوها من طرف الكلدن والتي يمكن أن نقول أن سقوط السماريين هي نهاية الطفولة الإنسانية والدخول في المراهقة الإنسانية وبداية الحروب الكبيرة والسيطرة والتدمير إلى يومنا هذا والإنسانية تعيش في خضم عراق من أجل فرض فكرة واحدة تقضي على كل الأفكار الأخرى وهذا شيء موجود في الطبيعة لحظناه في التطور كيف أن تظهر عدة تشعبات ثم أحد منهم يسيطر على الآخر ويقضي عليه ولكن هذا القانون الطبيعي الذي يبقي على الأفضل ويقضي على الباقي لا يمكن أن نطبقه على الإنسان الواعي المدرك اليوم صحيح أنه قانون طبيعي ونجح في تطور الإنسان منذ ملائين السنين وتطور الكون المادي منذ مليارات السنين ولكن نحن نعلم اليوم أن الإنسان ليس مجرد مادة فقط وإنما هو أيضا عقل وإدرار وإحساس ومشاعر ووعي وهذا الذي جعل الإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن كل من هو حوله ولا يجب أن يطبق هذا القانون الطبيعي الذي يعتبر ناجح في العالم المادي ولكن يعتبر أيضا غير ناجح في العالم الإنساني الحسي لأنه يسبب مآسي ومظالم نشاهدها في التاريخ منذ سقوط الحضارة السومارية إلى يومنا الحاضر حيث أرى أن حان الوقت للإنسانية أن تعي إنها رغم أنها إنتاج طبيعي غير ملزمة أن تتبع القانون الطبيعي وأن تنفصل عن هذا القانون وترقى بنفسها فوق عالم الطبيعة وفوق عالم الحيوان كما انفصل الإنسان من عالم الحيوان جسديا وأصبح قائما بذاته ومستعمل لمهاراته حان الوقت للإنسانية اليوم أن تنفصل كليا عن عالم الحيوان إدراكيا وحسيا وعقليا وترقى إلى عالم الروبية وتصبح رب هذا الكون وهنا الرب بمفهوم المسؤولية ليس بمفهوم الخالق لأن الطبيعة والكون هو الذي خلقنا وأوجدنا على حسب القانون الذي يسير عليه فهو ربنا الخالق ونحن ربه المسؤول الواعي عليه وهذا هو حلم الإنسانية الذي جاءت منه فكرة الرب في الأول الإنسان في الأول أحس إنه ضعيف وتحكم فيه الطبيعة والظروف والعوامل فأراد أن يتغلب عليها وخلق لنفسه فكرة رب وهمي وخيالي استمد منه القوة لكي يواجه صعوبة الوجود ولكن الإنسان اليوم وصل إلى مستوى لم يعد في حاجة إلى هذه الفكرة الخيالية بل يمكن أن يطبقها وأن يصبح هو الرب الفعلي المسؤول عن هذا الكون الذي يعتبر مثل الأب أو الأم الذي أنجبته ويجب أن يحافظ عليه لأنه هو الذي خلق وهو مكان وجوده ومرتبط وجوده بوجود هذا الكون والحفاظ عليه يعني الحفاظ على نفسه وعلى وجوده مصالح مرتبطة ببعضها ومتكاملة تعطي معنى للوجود الإنساني وتعطي مهمة يعيش من أجلها الإنسان المهم هذه الفلسفة الوجودية ليس موضوعنا في هذا الفيديو وإنما هو رد على بعض الذي يتسألون ما سبب وجودنا أقول لهم أن سبب وجودنا هو أن نكون الرب المسؤول على هذا الكون وهي نفس الفكرة الإنسانية القديمة الموجودة في الأديان وفي كثير من المعتقدات وهي فكرة خليفة الله على الأرض الله هنا الخالق هو الكون الذي أوجدنا من أجل أن نكون الرب المسؤول والمسير وهي فلسفة تعطي للإنسان قيمة على حسب مستوى الوعي الذي وصل إليه وتعطي ليوجوده معنى إيماني منطقي وفي نفس الوقت يطمئن الإنسان ويعطي معنى لحياته واليوجوده وهذا ينطبق على الإنسانية كلها بصفة عامة وعلى كل فرد مكون لهذه الإنسانية أن يكون بحد ذاته رب ومسؤول على نفسه وعلى كل من هو مسؤول عليهم من حوله نعم وجودنا ليس صدفة لم تكذب كثير من الأديان نوعا ما ولكن كذبت عندما قالت إن من أوجدنا إله أو مخلوقات فضائية نعم عندنا مهمة في هذا الكون لم تكذب الأديان نوعا ما ولكن كذبت عندما قالت مهمتنا أن نسجد ونعبد ونخضع للوهم إذن أيها الإنسان ارفع رأسك ارفع رأسك فوق وخذ زمام أمورك بيديك أنت رب نفسك وأنت المسؤول عن نفسك وعن ما حولك ابحث تعلم تطور لقد أصبحت بالغ لم تعد في حاجة إلى الطبيعة التي أوجدتك لكي تخضع لها وتقول هذا طبيعي ليس لي الخيار إذن أنا ملزم به لا غير ملزم أن تتبع الطبيعة أنت أكثر وعي إذن حلق لفوق بجناحين العقل والإدراك والإحساس بجناحين العلم والمسؤولية وابحث عن كيف الأمور وقعت وافهم الطبيعة جيدا وادرس الطبيعة علميا وعرف كيف ظهر الأوجود أما لماذا الجواب يبقى لك وحدك لك الخيار أن تختار الجواب الذي تريد لو تريد أن تكون عبد للطبيعة فأنت عبد للطبيعة ولو تريد أن تكون عبد لإله فأنت عبد للوهم بينما لو تريد أن تكون رب ومسؤول الكون فأنت سيد ورب الكون ونختم هذا الفيديو بالحديث عن بعض الحضارات المنسية والتي منها من ثبت وجودها فعليا وتاريخيا مثل الحضارة السومارية وغيرها ومنها من هو ما زال عليها بعض الغبار والشكوك ومنها من حدد تاريخها على أنها جدا قديمة ومنها ما ما زالت حولها شك هل هي تسبق الحضارة السومارية أم موازية لها أم بعدها المهم الحضارات المنسية كثيرة منها من تم إهمالها عمدا مثل الحضارات في أمريكيا من أجل إيجاد مبرر لاستعمارها والقضاء عليها وعلى شعوبها أو تم إهمالها لكي سرقت إنجازاتها أو إهمالها لنقص المعلومات حول وجودها أو لعدم المعرفة بوجودها أصلا المهم نحن الذي يهمنا هنا هي الحضارات التي يفترض إنها موجودة قبل الحضارة السومارية لأن كما قلنا إن هذه الحضارة لا يمكن أن تكون ظهرت من فراخ ومن دون مقدمات التي تؤدي إلى ظهورها وسوف نبدأ بحضارة الأطلانتس التي تعتبر أقرب من الخيال والأسطورة إلى الحقيقة رغم أن أفلاطون ذكرها مرتين في محادثاته وقال إن وجدت قارة قامت عليها حضارة كبيرة غرقت تحت المياه وسوف نحاول أن نعرف آخر المعلومات العلمية حول هذه الحضارة هذا الاعتقاد القديم بوجود حضارة كبيرة اسمها الأطلانتس وأنها كانت قوة عظمى وحكمت العالم مدة طويلة قبل أن تختفي نتيجة كارثة طبيعية وزلازل وغمرت بالمياه وقد اعتبرها الكثير إنها مجرد خيال وأسطورة بينما اعتبر البعض الآخر إنها حقيقة خاصة بعد الاكتشافات الجديدة وأهمها مدينة تارودا الأسطورية التي أصبحت حقيقة وقد تم ذكر هذه القارة في كثير من المخطوطات القديمة غير الذي ذكره أفلاطون مثل مخطوطات مصرية قديمة كما وجدت في بعض المخطوطات والخرائط القديمة الأخرى التي اعتمد عليها كريستوف كولومبو للأصول إلى قارة أمريكا أما حول زمان ظهور هذه الحضارة يقول الكثير إنها قبل 9 إلى 10 ألاف سنة من الآن بينما يقول البعض الآخر إنها عاصرت الحضارة الفرعونية إذن من المحتمل أن تكون قبل الحضارة السومارية ومن المحتمل أن يكون السوماريين أخذوا منها الكثير أما مكانها فيختلف فيه بين الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي أي بين أوروبا وإفريقيا وقارة أمريكا وقد تمت اكتشافات كثيرة منها اكتشاف صور طويل ب120 كم في أعماق المحيط الأطلسي لا يعرف إلى الآن إن كان بقايا هذه القارة المفقودة أم لا لأن الإنسان لم يصل إلى هذه الساعة إلى قاع المحيط لكي يتأكد من ذلك بسبب الضغط الكبير وحتى هناك أساطير كثيرة تقول إن هناك الشعب ما زال يعيش في أعماق المحيط ومنه جاءت فكرة عروس البحر وهناك أقوال نقلية أمازيغية تقول إن أرضنا هزها البحر ويدلون على إن هناك كانت أرض موجودة من الجانب الغربي من شمال إفريقيا وإنها غرقت تحت المياه وهذه كلها أقوال موروثة هذه الحضارة إلى هذه الساعة لم يتم تأكيد وجودها لقلة الأدلة ويمكن في يوم من الأيام يصل الإنسان للحزم بوجودها أو عدم وجودها ورغم وجود بعض الأدلة التي تشير إلى إمكانية وجود هذه الحضارة ولكن ليس هناك دليل قاطع ويمكن أن تبحث في الأنترنت سوف تجد كثير من يتكلم عن هذه الحضارة وهناك من يأتي بالأدلة على وجودها وهناك من ينفي ذلك ويعتبرها أسطورة إذن هنا يمكن أن نقول إن حضارة الأطلنتس رغم وجود بعض المؤشرات على وجودها وذكرها في التاريخ ووجودها في بعض الخارات وبعض الاكتشافات ولكن لم يتم الحزم فعليا على أنها موجودة أما حضارة بولوشستان التي موجودة الآن على حسب الموقع الجغرافي بين الهند وباكستان وإيران يعتبرها البعض إنها أقدم المستوطنات البشرية وأقدم المناطق المؤهلة بالسكان ويقال إن تاريخها يعود إلى قبل 15 ألف سنة ولكن مع الأسف البحوثات والأدلة قليلة على وجود هذه الحضارة رغم كل المؤشرات التي تدل على ذلك وهناك بعثة من العلماء الفرنسيين أثبتوا واكتشفوا موقع يطلق عليه مارغارة يعود إلى سبعة آلاف سنة من الآن أي تقريبا في نفس الفترة السومارية ولقد عرفت هذه الحضارة الزراعة والري والفلاحة وتربية الماشية والذي تميزت به هو الأدب والشعر حيث يعتبر الشعر البلوشي هو أجمل الأشعار في العالم وهذه الحضارة أكيد إنها تطورت في جميع المجالات ولكن لم يكن عندها شيئا مكتوبا يعني لو نشوفه مثلا نرجع ونبحثه في هذه الحضارة نلقاه أكثر شيء كلامية لهذا لم نهتم بها كثير ولم نعتبرها موازية للحضارة السومارية أو يمكن أن تكون مصدر للحضارة السومارية هذا من جهة ومن جهة أخرى سوف نعرف أن هذه الحضارة اختلطت نوعا ما مع حضارة وادي السند الذي سوف نتكلم عليها بعد الحديث عن الحضارة بولجستان التي تعتبر الآن يعني يمكن أن نقول من المؤكد أن هذه الحضارة كانت موجودة وتركت بعض الآثار والأدلة على وجودها ولكن لم تكن مكتوبة ولم تترك أشياء مكتوبة مثل الحضارة السومارية لهذا تم إهمالها ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الحضارة قادمة من تلك المنطقة وهذه الحضارة انتهت نتيجة كوارث طبيعية ونتيجة جفاف وقع فيها وانتقل شعبها إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الجزيرة العربية نواحي البحرين والكويت وقطر والإمارات وهناك من يقول أن الشعوب العربية تكونت من هذا الشعب البولوشي الذي هو يقترب نوعا ما من التركيبة البيولوجية لشعوب الجزيرة العربية وهذه الحضارة كما قلت لكم كانت لها تراث كلامي كبير جدا ولهذا تعتبر حضارة كلامية نوعا ما لم تتطور كثير في الكتابة ويمكن أنها وضعت قواعد الكتابة ولكن لم تطورها لكي تصل إلى الكتابة الفعلية كما وصلت إليه الحضارة السومارية إذن هذه الحضارة يمكن أن نقول إنها ليس منسية الآن وأصبحت معترف بها نوعا ما لقيمتها التاريخية والقدم ممتاحها في التاريخ وخاصة عندما نعود الآن إلى التوراث الكلامي الذي ورثته هذه الشعوب سوف نجد غناء هذه المنطقة من ناحية الفكرية ومن ناحية الكلامية إذن يمكن أن نقول إن حضارة بولجستان هي حضارة ثابتة علميا اليوم رغم قلة الأدلة حولها والمستقبل أكيد سوف يعطينا معلومات أكثر عن هذه الحضارة بعد البحوثات والاكتشافات التي سوف يكتشفها الإنسان في المستقبل والآن سوف نتكلم عن حضارة وادي السند التي هي تعتبر من الحضارات المنسية التي تم الاعتراف بها اليوم رسميا وهي تعتبر قديمة جدا وتم الخلط بينها وبين حضارة البولجستان ويمكن أن تكون حضارة وادي السند التي قامت حول وادي السند الكبير بين الهند وباكستان وأفغانستان وجزء من إيران هي وريثة لحضارة البولجستان هذه الحضارة تطورت كثير ولو نشوف يعني الوقت اللي ظهرت فيه تقريبا مع أنت يحدد العلماء تقريبا 5000 سنة وهي فترة تقرب شوية من الحضارة السومارية وقد عرفت هذه الحضارة تطور كثير ومن أهم الأشياء التي عرفتهم هذه الحضارة هي تطويرها للكتابة البدائية ومن هنا نفهم أن يمكن أن الحضارة السومارية قد أخذت منها هذه المعرفة كما طورت الزراعة والصناعة وبناية المدن وغيرها من الأمور ويمكن الآن خاصة في القرن الماضي تم وجود اكتشافات كبيرة لهذه المنطقة منها تشييد البناء على مناصب من الطوب المصنوع من الطين كما كان يفعل السوماريين وتصميم المدن وبناء السدود وصناعة الحلي من الفضة ومن الذهب والمعادن وهناك كثير من الأشياء الغريبة التي تم اكتشافها في القرن الماضي ومنها كتابة بالصور البسيطة ورسوم للحيوانات كما وجدت كتابات بالصور على الفخار وغيرها من الأشياء التي صنعت في ذلك الوقت التي تدل على تطور هذه الحضارة وتقدمها مع الأسف إلى هذه الساعة لم يتم فك رموز كتابة وادي السند ولكن هناك أدلة على أنها كانت كتابة متقدمة ويمكن أن نقول اليوم أن حضارة وادي السند توازي الحضارة السومارية في التطور والرقي والحضارة ويذكر التاريخ أنها وقعت كوارث في تلك المنطقة ومنها فيضانات كبيرة وقعت أدت إلى هجرة كثير منهم نحو الشرق الأوسط ويمكن أن يكونوا استقروا ناحية الدجلة والفراط ومن هناك حملوا معهم علومهم وتطورهم ومنهم قدمة الحضارة السومارية هذا كله يدل على أن هناك كثير من الحضارات قبل الحضارة السومارية ولكن الأدلة الدامغة التي تدل على تطورهم وعلى وجودهم تقل على الأدلة التي موجودة للحضارة السومارية ولهذا العلماء إلى هذه الساعة يعتبرون أن الحضارة السومارية هي أقدم الحضارات الإنسانية ولكن يمكن المستقبل يبدل هذه الفكرة ويذكر الحقائق التي تدل على أن الحضارة السومارية هي عبارة على وريثة لحضارات كثيرة موجودة في عدة مناطق من العالم والتي وقعت لها بعض الكوارث سواء الطبيعية أو الفيضانات وسببت هجرتها إلى منطقة العراق واختلطت المعارف والتجارب والمعرفة وكونت ما نطلق عليه الحضارة السومارية لو نريد أن نتكلم عن الحضارات التي قال العلماء أنها موجودة قبل الحضارة السومارية سوف نجد الكثير مثلا أخر الاكتشافات التي تم اكتشافه أنهم اكتشفوا خمر معتق عنده تقريبا ستة آلاف سنة في منطقة اليونان هذا يدل على أن هناك كانت حضارة في ذلك الوقت ستة آلاف سنة هي تقريبا قرب التاريخ للحضارة السومارية وهذا يدل على أن هناك كانت حضارات في أوروبا في إفريقيا في آسيا في عدة مناطق من العالم وكل هذه الحضارات هي التي اندمجت مع بعضها وكونت الحضارة السومارية لأن كانت تلك المنطقة هي المنطقة الأكثر آمانا في العالم ولا ننسى طبعا الحضارة القفصية التي يعود تاريخها تقريبا إلى عشرة آلاف سنة وهي طورت بناء الأبنية والمدن والأدوات المستعملة للأكل وغيرها من الأمور التي تدل على أنها كانت حضارة متطورة في شمال إفريقيا كما أن هناك ما يسمى بحضارة الصحراء الكبرى حيث أخيرا تم اكتشاف ممياء محنطة قبل الفراعنة بألف سنة يعني هناك تطور كان موجود في منطقة الصحراء حتى أنهم عندها الباحثين يقولوا أن منطقة الصحراء لم تكن صحراء في ذلك الوقت قبل الجفاف الذي اشتاحها إذن يمكن أن تكون هناك حضارة كبيرة موجودة في الصحراء وهناك كثير من الأدلة منها اكتشاف التفناغ اللي هي بعض العلماء يقول أنها أقدم من الكتابة السومارية ولكن لم يهتموا بذلك الأمر لأن هناك كما قلت لكم دائما مصالح سياسية لبعض الشعوب لتمس الشعوب الأخرى وتظهر أنها هي أكثر أصالة لأن لو نرجع إلى الكتابة التفناغ نلقى أنها قديمة جدا وأن منها أخذ الكتابة اللاتينية فلو يتكلمون على أن التفناغ هي جدا قديمة وأنها تصبح الكتابة اللاتينية تابعة لها وهذا لا يخدم مصالح كثير من الشعوب أو كثير من السياسة في الحقيقة هناك ظلم كبير في دراسة التاريخ ولهذا يجب إعادة دراسة التاريخ وأعطاء كل شعب حقه إذن هنا كل هذه الأدلة تدل على أن كانت هناك حضارات موجودة ولكن لم تترك أثار لسبب أو لآخر أو أثارها لم تبقى لدينا لأنها لم تكن لها كتابة لكي تدون ما قامت به من أعمال أو أن آثارها تم تغطيتها بالثلوج أو بالرمال أو أنها غرقت في البحر والذي نلاحظه أن كثير من الحضارات لأن الحضارات كما قلت لكم كانت تتكون قرب الأنهار كثير من الحضارات تتكلم عن طوفان وهذا أصبح في الذاكرة الإنسانية فكرة الطوفان لا يعني أن الطوفان وقع على كل الأرض وإنما يمكن أنه وقع في تلك الفترة وخاصة إنها الفترة الجليدية الأخيرة وارتفاع درجة حرارة الأرض الذي سبب فيضانات في كثير من المناطق وارتفاع مستوى البحر وأكيد هناك كثير من الحضارات التي لم تكن تستعمل الكتابة وكانت متطورة وموازية للحضارة السومارية وما هي الحضارة السومارية في الحقيقة إلا وريثة كل تلك الحضارات وهذا يجعل الفكرة أن ظهور الحضارة السومارية أمرا طبيعيا وتدريجيا وتطور طبيعي للحضارات وتطور طبيعي للإنسان ولا يخرج على القاعدة اللي نذكرها ديما هي أن ما فم حد شيء يظهر صدفة وإنما تدريجيا توقع الحضارات وتدريجيا يتطور الإنسان وهنا لا يسمح لنا المجال أن نتكلم على كل الحضارات المنسية التي عاصرت الحضارة السومارية أو كانت قبل الحضارة السومارية لأن ذلك سوف يأخذ مننا وقت كثير وهي تعتبر بالعشرات حتى أن هناك من يقول أن الحضارات اللي قامت في أمريكيا تعود إلى عشرة ألاف أو حتى عشرين ألف سنة المشكلة كما قلت لكم وأكرر هناك ظلم تاريخي كما مثلا يجوا يقولون مكتشف أمريكيا كريستوف كولومبو وعندما نرجع للتاريخ نلقاه أن اكتشاف أمريكيا قبل كريستوف كولومبو ولكن في ذلك الوقت ما يسمى الاستعمار الغربي قارة أمريكا خلاهم يكذبوا هذه الكذبة ولو نرعود للتاريخ كثير من الأحداث وقعت في التاريخ على أساس كذبة كما يجي شعب ينسب روحه الآلهة أو يجي شعب ينسب روحه الأصل المعين ويقول أنها عمل وعمل 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 لأنه انتصر ووصل بشي حقق أشياء فيفرض ذلك التاريخ على أنه حقيقة رغم أنه هو مجرد كذبة إذن لو نريد أن نتعايش أحنا البشر كلنا مع بعضنا لازمنا نفهمه أن كل إنجاز بشري هو إنجاز لكل البشر وليس هناك شعب أفضل من شعب آخر وليس هناك حضارة أكبر من الحضارة الأخرى الكل ياخذ من بعضه والكل يأثر ويتأثر لازمنا نحيه الفكرة اللي أحنا أحسن شعب واللي أحنا أكبر شعب واللي أحنا أهم شعب هذا الفكر القومي ما عادش يصلح في الوقت هذا الحاجة الوحيدة اللي نجمو نتكلم عليها هي أن كل شعوب لازمها تعرف أنها مشاركة في العمل الإنساني مهما كان وأن كل واحدة تاخذ اللي ناقصها وتعطي اللي عندها كل واحد الإختصاص متاعه وكل واحد التفوق متاعه وهذا يجعل هناك تعايش بشري ما تجيش تنسب كل شيء لأوروبا ولا تجي تنسب كل شيء للأعرب ولا تجي تنسب كل شيء للفرس ولا تجي تنسب كل شيء للأمازيغ أو تجي تنسب كل شيء لأي شعب آخر لا ما فهماش هذه الشيء لو نعود للتاريخ نلقاه أن هناك تبادل وتعامل بين البشر وأن هناك استفادة وأخذ وعطاء وهذا الذي يحقق الإنسانية المهم وصلنا توا إلى آخر هذا الفيديو واللي حبيت نعمل هذا الفيديو غير بيش تاخذوا فكرة إن الحضارة السومارية لم تظهر صدفة ولم تأتي من السماء وليس هي وحي ولا مخلوقات فضائية وإنما نتيجة التطور طبيعي للحضارات الإنسانية في كثير من المناطق في العالم أدت إلى ظهور الحضارة السومارية والنقطة التي أريد أن أقولها هنا إن قبل سقوط الحضارة السومارية كانت الحضارات نوعا ما تعيش في آمان وطفولة وكانت العدو الأساسي للحضارات هي الكوارث الطبيعية سوى الزلزيل أو الفيضانات أو الجفاف أو التصحر أو غيرها ولكن سقوط الحضارة السومارية البشرية سوف تدخل في مرحلة جديدة ما يسمى مرحلة الحروب ونحن نعرف في الفيديو القادم كيف سقطت الحضارة السومارية وقيام الحضارة الكلدانية التي سيطرت على الحضارة السومارية وقضت عليها ودخلت البشرية في حرب لا نهاية له إلى هذه الساعة كل شعب يريد أن يقضي على الشعب الآخر وأن ينهي وجوده وأن يسرق كل إنجازاته ولهذا كما قلت لكم أن سرقة الشعوب الأخرى هي حاجة مستمرة منذ آلاف السنين ويجب أن تنتهي الآن لأننا في الحقيقة كلنا بشر نظن الفكرة واضحة ومعه فيديو قادم وبسلامة اشتركوا في القناة